بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأبناء الأعزة المستمعين معنا في هذا اللقاء في جمهورية أندونيسيا وغيرها ممن يستمع إلى كلامنا الآن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه بمنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى وجوده وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى أيها الإخوة إن الهداية للحق نعمة من الله عظيمة ومنة جسيمة تستوجب الشكر للمنعم بها سبحانه وتعالى فهو الذي يمن جل وعلا بفضله فيهدي من يشاء من عباده وهو الذي يزيغ بعدله فيظل من شاء من عباده فبفضله اهتدى المهتدون وبعدله ظل الظالون سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون ولو علم الله سبحانه وتعالى في من زاغوا خيرا لهداهم وأسمعهم سماع الهداية ولكن سبقت لهم من الله جل وعلا الشقوة وهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى ويعلم أن هؤلاء لو هداهم لظلوا وعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فسبحانه وتعالى آمنت به وعليه توكلت لا إله إلا هو جل وعز يمن على من يشاء بالهداية ويكتب على من يشاء ضدها من الغواية لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها